سيد فيتوريا أقدم تقريره سيد فيتوريا المدير الفني للمنتخب القومي الذي رحل بعد انتقادة ما يقرب من أربعة هو يشتغل عشرين شهر في امتين بأربعة مليون يورو مش دولار زائد خط شهرين يبقى أربعة مليون وربعمائة ألف يورو في عشرين شهر النتيجة كده زيرو بالانجليزي أو كده صفر بالعرب لم يحقق أي شيء لمصر ولا المنتخب مصر ولا أقدم لعبة جديدة لمصر ولا اكتشف حاجة بفريق الكورة وجاب لنا العار وخلى شكلنا من سنين طويلة ما وصلنا إلى هذا الشكل ولم نخرج من البطولة الإفريقية لإحنا كنا أبطالها ومازلنا على قمتها بهذا الشكل المهم قال إيه سيادته بقى في التقرير قال لك والله هي الصرطوبة والطقس كانوا وحشين بما إننا إحنا مدللين وما إننا مروحناش إفريقيا قبل كده وما إحناش من إفريقيا فالرطوبة دايقتنا إحنا أثرت على المنتخب وقال لك الإصابات التي تعرض لها عدد كبير من اللاعبين طب عملت إيه لما كان الشنوي واقف ومحمد صلاح بيلعب أنت تعادلت مع موزنبيق أدعى بطريق في البطولة أنت تعادلت بصعوبة مع كبير دي كان معاك اللاعيبة في المباراة الأولى وصلاح غاب من النص التانية ثم الشنوي في المباراة الثالثة كنت عملت إيه ومعاك كل اللاعبين بيقولك إحنا على فكرة عندنا أرقام حلو قوي إيه كنا بنستحوذ يا حبيب أنت كنت بتستحوذ على الكرة في نص ملعبك عشان خايف تعديه قاعدت نقل الكرة الورى كنت جايب لنا النني ومدي ظهره كده طول الوقت بياخد الكرة ويلف يرجع نص الملعب ده الاستحواذ اللي أنت عايزه الاستحواذ ده يعادل حاجة في الكرة مثل لا شيء ده اللي شافه ميزة قالك وسوق التوفيق إحنا جيبنا سبع أهداف ما أنت دخل فيك سبع أهداف يا عم ده أنت أدفع شربة ده إحنا البطولات اللي فاتت كنا بنطلع بهدفين أنت في أربع مباريات طالع بسبع أهداف يعني أوصل للنهاء بهدفين وفي أربع مباريات تقول لي سبع أهداف وتحسب لي السبع أهداف ويقول لي أن اللي جوان جات فينا كان فيه سوق حظ طب وضربتين جزاء اللي تحسبولك كان سوق توفيق ولا حظ أنت أهدافك جاي بالصدفة أنت كورة بغلطة بخطفة بضربة جزاء ما تحسبش عليك ولا ضربة جزاء فيتوريا كان أسوأ مدرب أتى إلى مصر وأسوأ تعاقد وأطبر مبلغ الدفع كان هو ونتحدث الآن عن مدير فن أجنبي هارفي رينارد المدرب منتخب فرنسا للسيدات قال لهم أنا موافق أجي بس علشان أجي لازم تستنوا لحين انتهي الأولمبيات لأنه متعاقد وبيحترم تعاقدي اتنين من دلوقتي أبعت لكم المساعدين بتوعي يشتغلوا وأنا حاجة أشوف مباريات وأرجع فلسه ألقنين من الناس ما أنتو عارفين إحنا بنسخن نسخن ونهدى وننسى وكل حاجة تعدي ولا حد حيقول لنا إزاي التعاقد ده تم على فكرة اتحاد الكرة لما طلع بيان بيشكر الأخ فيتوريا ما جابش سيرة الشرط الجزائي لا دفعنا ولا ما دفعنا بس هم دفعوا بس مكسفين شوي تقول لك احنا نذكر أرقام ليه ما الشعب بتاع الكرة ده بيسخن يومين وحنشغلوا بعد كده في الأهل والزمالك والمباريات والحكام ومين ينحز ومين منحز وهينسونا هو اتحاد الكرة مشاجي بيقدم تقرير للسيد وزير الشباب والرياضة يقولوا لماذا فشلنا لماذا لغينا منصب المشرف العام على الكرة لماذا عيننا الكابتن الكبير محمد يوسف لهذه الفترة كمدرب عام مال مطلوب من محمد يوسف يعمل ايه ايه الخطة هيدرب ولا ما يدربش هيلعب مباراة وديه ولا لا منحقه يجيب اللعيبة اللي برا ولا لا منعربش هل منحقه يتفرج على مباراة الدور وينقل لعيبة طب حينقهم علشان ييجي رينارد يمشيهم بعد كده ايه صلاحياتك يا كابتن محمد يا محمد يوسف وزنه كبير قوي يعني حد تقيل ما ينفعش استخف بيه او اجيبه واحرجه او اهينه ما تدولوا المسئولية لنهاية السنة هتخسروا ايه مع نهاية السنة يعني 11 شهر لو افترضتهم بـ 200 ألف يورو يعني بتكلم في 3 مليون يورو تقريبا 220 يورو ألف يورو 2 مليون يورو شوية وفروهم ودوا الراجل الغالبان ده اي حاجة حيقبل عشان منتخب مصر لانه مصري وسبوه يشتغل وفروه المناخ طالما حططوه بطلوا تسكين وبطلوا ابواب خلفية للعملة المصرية وبطلوا عمولات وبطلوا سمسارة وبطلوا حاجات كتير عشان خاطر مصر تستحق مصر عايزة مدرب وطني في هذه المرحلة عندنا سنة كاملة فمطشين وقد ده وقدود الروح المصرية مع اللعيبة المصرية حيطلع واللي مش عاجبه يمشي من المنتقل الله الغني شكرا